يقولون نحن من السودان ونعمل في العراق وهناك من يقومون بطبخ الطعام لنا علم بأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي ما رأي الشر في نظركم في هذا الطعام الذي نتناوله عندما يطبخونه لنا ما شك أن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار ومخالطتهم والأكل معهم واستعمالهم في أعماله الخاصة يجب على المسلم أن يتجنب الكفار لأنهم أعداء لله ولرسوله وكي مخالطتهم شر والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يلونكم خبالة ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أصواههم وما تخفي صدورهم أكبر فهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين لا يجوز للمسلم أن يثق بهم وأن يوليهم شؤونه الخاصة وأن يؤكلهم ويجالسهم مطمئن لليهم ومنشرحا فضره بهم ومستأنسا بهم لا يجب المسلم هذا بل يجب عليه أن يفارقهم وأن يبعدهم عن أموره الخاصة لا في الطبخ ولا في غيره أما أكل الطعام الذي طبخوه في حد ذاته فهو جائز إلا إذا وضعوا فيه مواد محرمة إذا وضعوا فيه مواد محرمة كالخنزير ومستقات كلحم الخنزير ومستقات أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غير كتابيين فذبائح غير أهل الكتاب محرمة ولميتة فإذا وضعوا فيه الطعام شيئا من ذبائحهم المحرمة أو من لحم الخنزير ومستقاته فإنه يحرم على المسلم من يأكل ما طبخوه من الطعام أما إذا خلأ من هذه المحاذير فلا بأسى أن يأكل المسلم من طعامهم وما طبخوه ولكن كما ذكرنا يحرف على الإبتعاد عنهم وتوليتهم شؤونه الخاصة بارك الله